شهدت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدهيم افتتاح الدورة الحدية والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب والذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية يستمر حتى 29 مايو بمشاركة أكثر من ألف عارض من ثمانين دولة وألقت وزيرة الثقافة الكلمة الافتتاحية في أولى الجلسات عن عميد الأدب العربي طه حسين الشخصية المحورية للمعرض حيث قالت أن طه حسين سعى طول حياته إلى أن يكون العلم السبيل الأهم لحياة العقول والنفوس وذلك عبر حياة حافلة استطاع فيها مواجهة كافة التحديات اعتمادا على المعرفة كأساس لبناء وترسيخ وإعلاء قيم الخير والمحبة والسلام